اشتركوا في القناة وقد استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني وعدد من الوفود الخليجية المشاركة وقد نقل سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إلى خادم الحرمين الشريفين تحيات أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة وتمنيات جلالته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والإشعب للمملكة العربية السعودية الشقيقة دوام التقدم والازدهار وكان الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني قد وصل إلى الرياض اليوم وذلك لحضور حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية وكان في استقبال سموه بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وسعادة الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية